اشتركوا في القناة سواء كان متعلق بالبدن أو بالنفس سواء كان واقع على المال أو على الولد الفرق بين الإساءة والضرر إن الإساءة بشكل عام هي فعل أمر قبيح لكن الضرر ممكن يكون لفعل جيد يعني إيه؟ هو فيه ضرر هينطج عنه فعل جيد؟ أقول لك آه قافي زي ما تضرب ابنك كده عشان يذكر ده يعتبر ضرر ولكن الغرض منه منفع للولد وليس إساءة ليه فيه فرق بين الإساءة والسوق الإساءة إنك تضيع عمرك في باطل يعني في فساد أما السوق إنك مثلا تصرف فلوسك في المعاصي بالرغم إن أصل مالك ده حلال ولكنك بتصرفها في معصية أو في سوق والإساءة بتعتبر اسم للظلم يعني تقول مثلا فلان أساءل فلان يعني ظلمه لكن السوق يعتبر اسم للضرر والغم يعني نقول فلان ضر فلان وإن كان الضرر ده ممكن يكون ناتج عن غير ظلم فمش شرط يكون ناتج عن ظلم النقمة يعني عقوبة والعقوبة ممكن تكون ناتج عن حق زي حق الله تعالى عند كفران النعمة لكن الإساءة دايما بتنتج عن أمر قبيح ولذلك لا يصح أن نصف الله عز وجل بالموسيق ولكن يجوز أن نصفه سبحانه بالمنتقم كما جاء في قوله تعالى والله عزيز ذون تقوم ربنا سبحانه وتعالى ذنب الإساءة ونهى عنها في كثير من آيات الكرآن الكريم قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون في هذه الآية الكريمة نهى الله عز وجل عن الإساءة للوالدين وأوضح إن الإحسان لي ضدين الضد الأول هي الإساءة وجرمها عظيم جدا والضد الثاني ترك الإحسان بدون إساءة وده طبعا حرم شرعا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ومعنى الآية الكريمة إن لو أعداءك إساء إليك بكلامهم أو بأفعلهم ما تردش الإساءة بإساءة قال الله تعالى ومعنى الآية الكريمة إن الإنسان اللي يسيء لحت الإساءة دي بترجع له في صورة عقاب عقاب إلهي فخليك دايما محب للإحسان وحذر نفسك من الإساءة عشان في الآخر مرضو دولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشي السلام وأبزل الطعام وإذا أسأت فأحسن ولتحسن خلقك ما استطعت وقيل إن المقصود من الحديث إن إذا أسأت إساءة فأحسن وجاءت هنا فأحسن بمعنيين المعنى الأول إنه لو فعلت معصية توب هنا ترجم الإساءة على إنها معصية والمعنى الثاني ترجم الإساءة بالإساءة لشخص آخر فإذا أسأت لشخص أحسن إليه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن فيما بقى غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقى أخذ بما مضى وما بقى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أن أأخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ويقال إن المراد بالإساءة في الحديث الارتداد عن الدين وقال البعض الآخر المراد بها الكفر وهو غاية الإساءة قال ابن حزم من أساء إلى أهله وجرانه فهو أسقطهم ومن كافأ من أساء إليه منهم فهو مثلهم ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم قال بعض السلف ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسي وأسأت إلى نفسي يعني هتعمل خير هتعمل شر كل رجع لك ومرضد لك وعن ميمون قال من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الله يخفر ولا يعير وإن الناس يعيرون ولا يخفرون من أثار الإساءة وطبعا هتبقى أثار قبيحة كفعلها إن الإساءة صفة من صفات المنافقين قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافقة جمع إساءة وأمنة من أثارها أيضا إن الإنسان اللي يرضى النفس بالإساءة سبت على نفسه الدناءة والرداءة من الأسباب القوية لتحويل القلب لقلب قاسي الإساءة الإساءة تمنع الشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وده لإن اللعن إساءة بل أبلغ وأكثر بكثير من مجرد منه إساءة والشفاعة إحسان فاللي يوسيء في الدنيا باللعن يحرب من الإحسان والشفاعة في الآخرة فازرع إحسان عشان تحصده في الآخرة إحسان من أثارها إن كل ما الإنسان يتماد في الإساءة كل ما زداد وحشة وقصوة مش هتلاقي أجبا ولا أخوف من الشخص المعتد على الإساءة الإساءة إلى الآخرين متولد العداوة والبغضاء بين الناس هم السببين للوقوع في الإساءة السبب الأول إنك تقابل الإساءة بإساءة أشد منها السبب الثاني هي قصوة القلب سؤال مهم عايزين نسأله هو ممكن الإنسان يقع في الإساءة على نفسه؟ آه ده صحيح طب إزاي؟ وإيه الأسباب اللي توصلوا لكده؟ تعال نشوف مع بعض الأسباب دي قال ابن القايم فيما معناه إن الخوف اللي يوقع الإنسان في اليأس ده إساءة أدب على رحمة رب العالمين اللي سبقت غضبه وجهلت أنت بيها عندما تلل حسن قول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فقال إنما عمل الناس على قدر ذنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن بالله الظن فأحسن العمل وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل قال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل طب إزاي أتخلص من الإساءة وإيه هي الوسائل اللي هتساعدني على كده تعال نشوف الأسباب المعينة على التخلص من الإساءة قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون معنى الآية إن إذا أسألك حد بالكلام أو بالفعل ما تقابلش إساءته بإساءة مع إنه يجوز إنك تعاقب الموسيقى بمثل إساءته ولكن ادفع إساءته ليك بالإحسان منك ليهم وهتبقى كده بتتفضل على اللي أسألك وممكن فعلك ده يخليه يرجع عن إساءته ويلجأ للحق ويندم ويتأسف كمين بإحسانك هتكون قهرت الشيطان وقهرت عمله قال علي رضي الله عنه ليس الخير أن يكسر مالك وولده ولكن الخير أن يكسر علمك ويعظم حلمك وأنت تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفر الله قال القاد المهدي ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة تحمد إلا رجاحة النفس ووداع القلب لكان الواجب على العاقل ألا يقدر وقته بالدخول في أخلاق البهائم خليك دايما حسن الظن بربك ربنا سبحانه وتعالى قال وأنا عند حسن ظن عدي بي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة